لسا كاللي فحوارنا مع الموسيقى رعادل حقي وعايزين نروح بقى معايا كده في رؤية موسيقية لللي بيحصل دلوقتي وانا عارف عنك الصراحة لا ودي حاجة احنا بقلنا فترة كده بتحصل نقلات غريبة يعني الاول كنا في مرحلة مهرجاناتو وش عارف ايه وكده بعدين نقلنا دلوقتي في موجة الراپ والتراپ والجونرال اللي برضو دخل عليها شوية حاجات مبقناش وهمينها قوي يعني حتى الراپ والراپ دخل علي حاجات تانية لكن انت شايف ازاي النقلات اللي بتحصل في التنوع مطلوب جدا يعني كان عندنا احنا مشكلة ان احنا كان عندنا نوع من الموسيقى ما بيتغيرش المدة من التمانينات لغاية دلوقتي يعني ولا الالحان ولا يعني تحس ان فيه انا مش عارف هو الالبوم ده طبعا مش مع كل الناس بس مع معظم الناس هتفهمش الالبوم ده معمول سنة 2004 ولا 2019 شو تفهم ازاي لان خلاص بقى نمط 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 وده ادى بفرصة الناس تانية تطلع وخلا حتى لو مستوهم مش كويس ان هم يلاقوا احسان عند الجمهور لان انا ابتديت اسمع حاجة مختلفة من حبيبي وبحبك وروحت وجيت وسبتني ليه منك لله وشارك فيه كلام ده خلاص ما انا ازهقت من الكلام ده اصلا فان يكون فيه تنوع بس للأسف احنا ينقصنا طبعا الثقافة الموسيقية ليه احنا ما عندناش في المدارس طبعا حصة الموسيقى دي اتلغت حصة الرسم دي اتلغت يعني فهم ازاي فطبعا اي حد بيطلع بيهبد اي حاجة والنهارده السوفتوير والامكانيات ان انت بتعمل موسيقى بالتليفون بتاعك بقت متاحة والتكتعمل اي حد فاناش عارف هي دي صح ولا غلط بس هو لا وده عجبت الناس كمان الله ده انا كويس بس ده مش حيي يعني لا صح الا الصحيح يعني فيه الناس دلوقتي ممكن تخلص وغنية في خمس دقائق الالكترونيك ميوزيك بقت خلاص غيرت لاو ما شاء الله الاي اي فعليين سامية يعني فانت بيديك اي حاجة فانت شايف انه ده هيأثر على صناعة الموسيقى عندنا يعني حتى الواحد بقى نادرا ما بتعلق في ودنه حاجة مفتر يعني فيه انتاج دايما انه فيه انتاج كبير وضخم بوس احنا العيب العيب حاجات قليلة بتعلق العيب مش من الجمهور العيب من صناع المحتوى من صناع الموسيقى لما الملحن ما بيلحنش غير نفس النمط لما احنا لسه متشبسين بالمقسوم بالمقسوم القاعد والمقسوم السريع خلاص بقى بقى لنا يعني زمن قرون بنعمل نفس الحاجة خلاص كفاية وبعدين انت بتعمل لي صورة راكب موتسيكل ومش عارف ايه ولابس لي خوزة بتاقب عين في الاخر بلاقي سقف وصابات طب انت عمل الصورة دي على اساس ايه يعني الصورة دي لازي يكون ليه علاقة باللجوة في الالبوم يعني مش معقولة فهم ازاي فاحنا وهنا بلوم على الجمهور برضو ان خلاص بقى المغني هو هو بنشعرف ايه هو هو بنروح لحفلات وبننبسط وبنعلم ما خلاص بقى خلاص ما هي نفس الحفلة شفتها سبعمائة مرة ونفس الاغناسي معتها تسعمائة الف مرة اممم ايه بتحس انه فيش تجديد او فخير مفيش تجديد طبعا مفيش تجديد مفيش تجديد خلاص ايه الجديد يعني ايه الجديد طب لسه موجة المهرجلات بكملها ودخل عليها بقى مش زي الاول مش زي الاول لا مش زي الاول مش زي الاول يعني زك انا هتقول بقى التراب والهيب هوب والكلام ده كله ميشي مرحبا بكل الانواع بس انا عايز اسمع برضو الراك وعايز اسمع كذا عايز اسمع كذا وعايز اسمع الموسيقى بتاعت الفرق بتاعتنا بتاعت التمانينات بتاعت الحب والسلام والاصدقاء والفور ام وكلام ده كله دي كانت اغنى اغنى مرحلة موسيقية موجودة ليه بقى كان فيه كلام كمان ليه لان الناس دي كانت اصلا كانوا اصلا موسيقيين زي ما قلتلك ابقى موسيقي خليك مثقف ان شاء الله تعمل نوتة واحدة بس انت عاملها قصد وفاهم ان دي هتأثر وفاهم ان دي هتعمل كذا وفاهم ان دي هتما مش اي هابده خلاص للأسر طب بس فيه دلوقتي برضو اللي بياخدوا الغرب بيه بالستايل الأسباني ساعات والجدارات وكده لكنه برضو تحسها حاجة سهلة او معمولة بسهولة ما فيهاش حاجة جديدة او ما فيش مزيكة تعلق في المخ فاهم اصدق ايه ولا يعني ممكن مش عايزة تشير لأسماء بعينها بس فيه موجات وفيه مطربين جدد تلعوا ومتربين ده ومش عارف ايه واسباني والجدارات انت بتشوف الجو ده جديد او فيه تجديد لا انا اتكلم على حد معين فده كله يعني كله فاك كله فاك لا واللي يغيزك ايه جهل الناس اللي بترد بقى هو انتو في المزيكة طب انتو اخدين سامبلز مش عارف ايه ايوا سامبلز حاجة ان انا اخد مسلا اغنية وارح مغني عليها ومغني عليها غلط واتدفع عن الكلام ده يبقى خلاص بقى اخده بقى اي حاجة لكن انت شايف يعني الصورة كلها ممكن ما تبقاش ده اللي كنت بتحلم بيه مثلا الموسيقى في مصر وكده ولا فيه اتجاه بيطلعوا فيه اتجاه تاني بيبوز الدنيا مثلا بص هو دايما اللي بيبوز للأسف دايما بيبوز يعني انت يكفي انك تحط تفاحة فزدة وسط خمسين طن تفاح عشان تبوزه فبعدين اللي غيزك الاعلام بقى ان انا استضيف مش عارف مين واستضيف مش عارف مين واي حاجة بعدين هي يعني ما هيكوز الموضوع ان السوشيال ميليا دلوقتي اي حاجة لا هو الناس ماشية وراء كلمة دمارة الناس كلها لا وهي الترند الترند مع انه ترند بيصنع دلوقتي برد والترند بيتسنع دلوقتي برد يتسنع ولا متسنعش دي حاجات انا بالنسبالي بص يعني انا عادي بالنسبالي زي ما كنت اتكلم فريق الاعداد قبل كده ان انا عادي حاجة على انستاجرام ولا معشانNA sacred كلام ده بالنسبالي بص اشا الله يكونش معايا الى بالتليفون مو بايل من الاخر لأني الحاجات دي مش غالة بتعملني يعني ميفرقش معاك النجاح على السوشيال ميديا على قد ما تفرق معاك لأ انا لو ناجح على السوشيال ميديا يبقى انا فاشل مهنايا علشان انا عندي وقت ان انا انجح على السوشيال ميديا ومعنديش وقت ان انا انجح في مهنتي صدقني انا ممكن اقنعك ان انا ناجح في مهنتي عن طريق السوشال ميديا بس انا فاشل بس انا فاشل وانا قامت عندي وقت ان انا قاعد اصور وبتقوى ازايكو يا جماعة وحشتوني وهم مين لو حشوني اي و اي او انت عندك خلل انت بكلم مين اصلا انت بكلم حتة حديدة في ايدك فاهمت ازاي لأ لأ اي حاجة عشان لتراند لأ ما دي حقيق بص في فيه أنا عندي تليفون أرضي هنا في الستوديو وأصررت أن يبقى موجود التليفون الأرضي عايز تتكلمني في أوقات العمل ماشي أنا عملت حاجة على الفيسبوك بطلب عايزة أسمع أغاني جديدة عايزة أسمع مش عارف إيه داتهم كلهم بعتيني على الواتساب طب إزاي تبعتلي على الواتساب؟ اتعرفني شخصياً؟ هل أنا الواتساب ده أنا فتحه عشان يجيلي 1500 رسالة؟ ولما بقول بعتولي بس على الماسنجر وحامل بلوك ومشا فيه اتفرج على قلة الأدب طب عنا اللي هعمل لك بلوك طب عنا إيه ده؟ إيه العبس اللي إحنا فيه ده؟